موسيقى داخل هذا الكفن الأبيض جثة الطفل أيهم نصري الذي يبلغ عاما ونصف العام من بلدة قيري في محافظة سلفيت الطفل دخل مشفى المحافظة لإجراء عملية تشوهات خلقية على يد مجموعة من الخبراء الإسبانيين فخرج جثة هامدة بعدما دخل العمليات الوناد اختلف مليون درجة بعد ست ساعة تحت العمليات وهم يكذبوا علينا عشر دكائق وخمس دكائق بعدما نطوش نحن ويجبونا الشرطة اللي في سلفيت وبالآخر أحكم عام أنه أعطوش حنات كهربائية ومننطلو على رفيدة فينا بس ما وصلنا رفيدة الولد له مستود تعباني ما قدروش يعطوش هطو على جهز الساعة خمسة الصبح والله يسلام خطأ طب أكيد أبني ما في شي والله العظيمة يسالو والله يمسع معه ما يثير القضية أكثر وفاة طفل آخر في ذات المشفى وعلى يد نفس الفريق الطبي الأسباني في الليلة المشؤومة نفسها الطفل علي فؤاد لحروب من مدينة جنين الذي يبلغ ستة عشر شهرا انتقل إلى رحمته تعالى بعد إجراء عملية في الحالب دخل عملية على الساعة عشر الصبح بعد العملية بساعتين نطيع الدكتور ويحكي لي بدأنا تسأصي الكلية اللي عنده لأنها مش شغالة فحكيتوا هل في خطورة حكيتوا فيش خطورة سأصروا الكلية أعطونا إياه على الساعتين يعني كان الوقت تقريبا صاحي يعني بتنفس بس بشواعي طبعا حطنا عسفية عساس أنه كالعادي يعني مش أول عملية بعملها عمل تقريبا أربع عمليات وهذه العملية الوحيدة اللي يعني كانت معقلة تقريبا فالولد طبعا ما صحيش ساعتين ثلاث أربع ما صحيش لدينا على الدكاتور بيحكوا لي الوضع طبيعي جدا ونادينا برضو على الوفد حكوا تخافوش الوضع بيطمن سال الولد بيطلع زي زبد بنتمه وبرد لدينا على الدكاتور بيحكوا الوضع طبيعي جدا فيش أي مشكلة فيش تنفس عنده صار لدينا على الدكاتور حاولوا أنهم يصعفوه بس أحطاق عم وزارة الصحة شكلت لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على أسباب الوفاء مؤكدة أن الطفل أيهم كان يعاني من تشوهات خلقية منذ الولادة فيما يعاني الطفل على الإحروب من فتحتين في القلب منذ الولادة وبينت وزارة الصحة أن الوفد الطبي الإسباني ذو كفاءة عالية حيث زودتنا بنسخة من سيرتهم الذاتية مباشرة بعد ذلك بالتعليمات من معالي وزير الصحة بتشكيل لجنة التحقق من الموضوع وسيادة النائب العام قرر بإرسال الطفلين إلى التشريح حتى نقف على كافة ملابسات هذه الوفاء نحن نبحث عن حقيقة هناك حقيقة مستشفى سلفيت قبل شهرين تعرض كمان شاب من برقين لنفس القصة وأدخل في غيبوبة وهو فيت يدخل عملية شيل كيس شعر هل هناك لا سمح الله لدينا شيء في مستشفى سلفيت أنا من حقك مسؤول برضو في محافظة سلفيت أنا حافظ على مستشفى سلفيت إذا الخلل لدينا في المستشفى فخليه يبين إذا الخلل هو موجود من قبل الأطباء أو دكاتره وليكن وأمام التناقض في بعض التصريحات الصادرة عن الكادر الطبي وأهل الأطفال فإن القضية لن تحسم إلا بتقرير الطب الشرعي الفلسطيني بعد أن تم تشريح الأطفال في كلية الطب داخل جامعة النجاح في مدينة نابلس وسيصدر التقرير الرسمي في وقت لاحق غير محدد بعد لتبقى الحقيقة معلقة إلى ذلك الحين من محافظة سلفيت نيزار حبش تلفزيون وطن